عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة عقد عددا من اللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مؤسسات الأعمال والمؤسسات البحثية والفكرية والمسؤولين بوزارة الطاقة ونواب الكونغرس الأمريكي خلال اللقاء المائدة المستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ألقى الملة كلمة تنسلط فيها الضوء على جهود مصر في تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية استثمارا لدورها كمركز إقليمي لتجارة وتدول الطاقة وضح أن التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام 2018 لإطلاق منتدى غاز الشرق المتوسط وهو ما نتج عنه تكامل إقليمي فعال وتسريع وطيرة تنمية موارد الغاز واستغلالها بالمنطقة